المدرسة المدرسة المعالف والسياسات والممارسات التصوير الذي نطلح إليه جميعاً بالأجيبات المدرسة الجديدة هذه الدولية تتوجه المسار للسنوات الدراسة تتعرفون أن المهام الأساسية للهيئة الوطنية التي تقييم هذا المجلس أعلى للتربية وتكون الباحث العلمي هي تقييم المنظمة التربية في شموليتها من التعليم الأولي إلى التعليم العالي ومن بين هذه المكونات هي المناخ المدرسة هذه الدراسة التي تقدم الآن في هذه المنظمة الدولية بشاركة مع منظمة الونيساف تهتم المناخ المدرسي كعامل مفسر لجودة التربية لا نتحدث عن العنف من أجل العنف ولكن مكونات تأثير مباشرة على التربية وتكون لا يمكننا نتقدمه في الجودة التربية وتكون بدون ما نحسنه من المناخ المدرسي بإشراك جميع الفائل أطفال كما شاهدوا في هذا الصباح كانت مشاركة قيمة للأطفال التي كانت مهيئة بشكل جيد معهم الأساتذة وكذلك بالعوامل الأخرى التي تؤثر في النقص من ظاهرة العنف هي الحكامة حكمة المؤسسات المديرين يكون عندهم تكوين جيد لتفاعل مع الحالات التقريب من التعامل ما你 قد قبل اخلب وفي النطب التعامل الأساسي هو التعامل على النقص وليس على النقص well بسبب حول المديرين وبسبب حول الناس على مكتابة وعنى يحاول أن التعامل على نقص المحجم ويشترك لأنه يحاول وتعامل المنزل. المنزل تثيرين من 8% من الوصف من الوصف التي تستطيع المحتوى إنهما أنه يمكنك الحصول على مستوى على الأمبع من التعامل المستوى لكي تتعامل على المستوى لأنها مستوى لترينة الوصف المنزل المكروف بأمور الوصف بحث يوجد عملية في قبل والمساويات المنزل والمبعارض التعامل والمساويات التي تتوزه بحث والمشاركة بين المشاركين أعتقد أنه يجب أن تتحرك المشكلة كبيرة هي العنف في الوسط الأساري وفي نفس الوسط الأساري معروف الهدف هي كيف يمكن أن يكون لديك العلاقة بينما تتمر في قلب المدرسة ومجتمع مع الآباء ومع الأطفال عبر الشبكات الأنترنت ومع سيارة جد مهمة وفي نفس الوقت كيف سياسات كل واحد لديه جهاز للحماية الطفولة كل واحد عنده حالية المشكلة هي كيف يمكن أن يكون استثمار جدي وفعال ومستمر على التقم البشري لأنه في تكوين مشيت سيخرج قعد نكونه كيف يمكن نكونه الأساتي داي نكونه المرشيدي نكونه التقم دي المدرسة في نفس الوقت كيف يمكن أيضا أن المدرسة تنفاتح المجتمع دي تنفاتح على الأسار وتنفاتح على الأطفال لأن الأطفال ليس فقط ضحايا عندهم خبرة وعندهم مؤهلات ويكونوا يتشافوا أيضا كطرف من الحل كجوسع هذا جد مهم نقطة الأخيرة نقول إياه حسن شوفوك استمرار مش عمال خيري لأنه مستحيل يكون تم درس ولتكون تربية على المستوى الجدي إذا ما كانش آمينة هذا غير واحد من المشاكل يقول له بزف جرق أطفال كعاني منها في المدرسة أنا أغتي سناء إلى بقعد هذه المشكلة بقعد يحل واحد وهو تخرج من المدرسة لا تنسى تشترك في القناة وتفعل جرس لكي يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس